والنهاردة صحافة العالم كلها كل الصحافة الإنجليزية تتحدث عن روعة محمد صلاح في المباراة الرائعة اللي عملها أمس أمام منشنستر يونيتد هدفين وصناعة هدف هدف الدولة الإنجليزية وأفضل الصانع أهداف الدولة الإنجليزية كل حاجة بيعملها محمد صلاح رائعة كل حاجة بيعملها محمد صلاح مدهشة أنا فرحان وسعيد وحضراتكم أكيد فرحانين والسعدة جدا أن محمد صلاح رجع تاني ينور رجع تاني يسجل رجع تاني يصنع رجع تاني محمد صلاح أهم لاعب الدولة الإنجليزية أهم وأبرز اللاعبين في العالم واحد من اللاعبين الكبار اللي نفخر بيهم ونتشرب بيهم على مر تاريخ منتخب مصر على مر تاريخ الكرة المصرية أداء مبارح كان حلو شفته هو بيحتفل بالهدف اللي جابه هدفه التاني في هذه المواجهة وهو يعني بيطلع طاقة منفعل كان مضغوط كان تعبان كان زعلان كان متأثر بالله حصل بخروج مصر من كأس العالم وعدم السعود لكأس العالم وهو ده اللي حصل محمد صلاح برجع تاني حاجة اللي بترفع رأسنا حاجة اللي بنفتخر بيها قدام كل العالم مليون مبروك لمحمد صلاح الأداء مبارح منافسة قوية جدا منافسة قوية جدا تشتد وتشتعل بين ليفرم بول ومنشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز المنافسة مستمرة المنافسة مستمرة مفيش حسم للليفر مفيش حسم المنشستر سيتي هي أصعب بطولة لليفر بول السنة دي كسب كأس الرابطة عنده نهاية كأس الاتحال الإنجليزي أمام تشيلسي عنده سيمي فاينال دوري أبطال أوروبا وإن شاء الله يصعد لنهاية دوري أبطال أوروبا عنده مواجهة مع فيا ريال ممكن على الورق يبقى فيا ريال أسهل الخصوم ولكن فيا ريال دا اللي طلع بايرني ميونيخ ويوفنتوس فبرضه المواجهة على أرض الملعب مش شرط تكون سهلة زي ما هي سهلة على الورق كل التوفيق لمحمد صلاح عايزينه دايما وشه منور رجله بتبدع كل حاجة فيه مبسوط وسعيد عشان احنا فخورين وسعداء به ودايما فرحنين وشايفينه لاعب رائع ولاعب كبير ولاعب عظيم